السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا العمل القلبي اليسير سيؤدي الله الدين عنك نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم أكيد كل واحد فينا يتمنى لو كان عليه دين إن ربنا سبحانه وتعالى يسر له أداء ذلك الدين لإن في النهاية يعني ده مظلمة من مظالم وسيختص منه بسبب هذا الدين حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد أو يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين يعني الشهيد مع أول قطرة من دم يغفر له كل ذنوبه ما عدا الدين لإن الدين ده مظالم من العباد فإذا بالمولى عز وجل إكراما لذلك الشهيد يتولى أداء ذلك الدين يوم القيامة بأن يعطي صاحب الدين نعيما زائدا في الجنة قصرا في الجنة أرضا في الجنة نهرا في الجنة زيادة على النعيم بتاعه عشان يتنازل عن تلك المظلمة إكراما لذلك الشهيد طيب إيه هو العمل القلبي اليسير اللي من خلاله ربنا سبحانه وتعالى يؤدي عن الدين عمل بسيط جدا اللي هو إيه إرادة أداء الدين إنكم من جوايا عندي صدق من جوايا إن أنا نفسي أؤدي الدين اللي عليها لأنوا أنتوا عارفين إن في ناس ربنا يعارفين وعافيكم شعرها في الدنيا السلف تلف ورد خسارة يعني بياخد الدين وهو في نيته ما يردش إنما لو في نيته يرد ورب الكعب ربنا هيئينه على إنه يؤدي ذلك الدين ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس خذوا بالكوا يريدوا فقط بس كده يريدوا أداءها أدى الله عز وجل عنه ومن أخذها يريدوا إطلافها اللي هو السلف تلف والرد خسارة ومن أخذها يريدوا إطلافها أتلفه الله عفونا الله وإياكم وفي رواية عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدان دينا يعني يبقى عليه دين يعلم الله منه أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا الله أكبر طيب إزاي ربنا سبحانه وتعالى يؤدي عننا الدين بتلت حاجات الحاجة الأولى إما إن ربنا يوسع علي لو أنا علي دين ربنا يوسع علي عشان أسد الدين دوت لصاحب الدين وأنا جواي إرادة يا ربي والله أنا صادق عايز أدي الدين ده تمام؟ فلما ربنا يعلم مني هذا الصدق يوسع علي فأدي الدين طيب ما وسعش علي يوسع الورثة أولادي بعدما موت أو مكاتب أنا وصيتي إن أنا علي دين لفلان يا أولادي لو موت أدوا الدين عني فربنا يوسع على الورثة فيؤد الدين طيب ما وسعش علي ولا على الورثة وأنا كن جواي صدق إن أنا أأدي هذا الدين يوم الإيامة ربنا يرضي صاحب الدين بنعيم زائد في الجنة فيتنازل عن تلك المظمة يبقى بحاجة من ثلاثة وفي ذكر أيضا أو دعاء النبي علمهن صلى الله عليه وسلم يكون سببا في أداء الدين فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا من الصحابة مهموما قال ما بك قال دين علي لا أستطيع قضاء فقال ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن لو كان عليك خذوا بالك وركزوا لو كان عليك مثل جبل صبير دينا لأداه الله عنك يعني لو عليك ديون أدي الجبل ربنا هأديه عنك قال ما هو يا رسول الله إيه الكلمات ديت فقال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك يبقى حكتين يا حبيبي إرادة من جواكم إن أنا أأدي الدين العليا فلما ربنا يطلع على قلوبكم ويرى صدق قلوبكم يؤدي عنكم والحاجة الثانية الدعاء بقى اكتبوها بقى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاخكم وأن يقضي ديونكم وأن يسعدكم في الدنيا والآخرة وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر